كسمة ظالمة فرضتها ميليشيا الحوثي على المواطنين في إيب عندما أخذت الأموال ومنحتهم الآلام وحين تجرف السيولة المواطنين تجرف الميليشيا السيولة من خزائن التجار ورجال الأعمال مليارات الريالات التي نهبتها ميليشيا الحوثي في محافظة إيب لم تضع منها فلسا واحدا في خدمة المواطنين ولم تكتفي الميليشيا بذلك حيث منعت المنظمات الإغاثية من توزيع المساعدات والمواد الغذائية على السكان حتى فسدت في المخازن يمكن لسياج حديدي بسيط في مجرى السيول إنقاذ عشرات الأرواح التي تموت سنويا لكن الميليشيا لا تهتم سوى بأرواح السلالة المقدسة رغم أن ما تنهبه من أبناء المحافظة يتيح لها تشييد قسور عملاقة هذا الإهمال يمكن رؤيته ابتداء من عدم إصلاح شوارع المحافظة التي كانت تمثل الواجهة السياحية لليمن ومرورا بجميع الخدمات العامة المتوقفة بما فيها مشروع المياه الذي أصبح في زمن الميليشيا خدمة نادرة الوجود وفي المقابل تنشط ميليشيا الحوثي في فرض الجبايات على التجار ورجال الأعمال بمختلف فئاتهم والاعتداء على الرافضين لهذه الانتهاكات إضافة إلى نهب الأراضي والمنشآت والاحتيال على ملاكها وإنعاش السوق السوداء التي تذهب إيراداتها إلى خزائن الميليشيا ومشرفيها وتضع ميليشيا الحوثي مصلحة السكان ضمن القائمة التي تحاربها حتى إذا لم تتعارض مع مصالحها الخاصة وتمعن الميليشيا في حرمان اليمنيين من كل ما تستطيع وإذا أتيح له التحكم بالإكسجين لاكتفت بتوزيعه على السلاليين وزنابيلهم كما ترى الميليشيا جرائم الثأر التي ظهرت مؤخرا بين القبائل والأسر من أبناء محافظة إب وتعزز الخلافات بينهم لتتمكن من تثبيت نفسها أكثر وسط مجتمع مشتت حتى أصبح السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي لم تفسده الميليشيا في إب؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة